أربعون عاماً مضت على مجيء الخميني ممن فاه في باريس بطائرة خاصة ليزيح عرش الشاه ويتربع على سدة الحكم في إيران بقبضة حديدية تسوم لإيرانيين سوء العذاب وتشعل النار والفتن في أغلب دول الجوار قد لا تكون مجرد ثورة على نظام سياسي فقد بدلت إيران كامل ملامحها لترتدي عباءة الملالي وترفع شعاراً ظاهره الموت لأمريكا وباطنه شراكة استراتيجية متينة ومع أول بدايات النظام الجديد في إيران بدأ ما يسمى بتصدير الثورة ليبدأ معه عهد جديد من تدهور العلاقات الخارجية نتيجة لتدخلات معقدة عكست في اتهامات إقليمية ودولية بتمدد الدور الإيراني في الشرق الأوسط بدءاً بالعراق وحرب الثمان سنوات ومروراً بلبنان وأفغانستان ليصل إلى اليمن وسوريا وغيرها من الدول سعياً للسيطرة عليها مذهبياً ونشر الطائفية فيها بغرض إضعافها وإخضاعها بالترغيب تارثاً أو بالترهيب أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن إيران تهدد الأمن الدولي وتتدخل في ملفات لا تخصها كالملف السوري واليمني والعراقي واللبناني من جانب آخر فإن إيران تشهد على الصعيد الداخلي مظاهرات بين الفيينة والأخرى تنديداً بارتفاع الأسعار والفساد المالي فضلاً عن التضييق السياسي وكبت الحريات التهديدات الإيرانية للمنطقة دفعت الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر حول الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو منتصف الشهر الجاري وهذا ما لا يصب في مصلحة طهران فقد يخرج بمقررات لا تخدم سياستها ويبدو أن ثم تتحديات كبيرة تواجه إيران على الساحتين الداخلية والخارجية فداخلياً غضب شعبي لسوء الظروف الاقتصادية وخارجياً توترات كبيرة ومستقبل مجهول جعل الشارع الإيراني يفقد صبره بعد أربعة عقود على حكم ولاية الفقيه جراء سياسات النظام وجر البلاد نحو صراعات وحروب خارجية